عايز تلعب جيم هجومي؟ إلعب بنفس طريق لعبك بس خلي نوعية اللعيبة اللي بتلعب في الملعب عندها الشق الهجومي أعلى شوية صح عشان كده أنا لا معلاش تشرح يعني مثلا لو هتلعها 4-3-3-2-8 دول أدوارهم من الهجومية تبقى أعلى من أدوارهم من الدفاعية مثلا الباكين يعني أنا كنت متوقع بنسبة كبيرة جدا اللي هيبتدي فتوحه مش حمدي عشان فتوح أدوار الهجومية أكبر أعلى شوية معي أن فتوح أخد بالك بيدافع كويس برضو تصدق دي نقطة مهمة؟ جدا أنه دايما مقسمينها يقولك فتوح بيهاجم وحمدي بيدافع وكأن فتوح بيدافع شوية حمدي بيهاجم على فجأة حمدي بيهاجم كمان كويس طب أنا عايز أقول لك على حاجة فتوح البطولة اللي فات 2019 لعب على أعظم اللعيبة في العالم البطولة 2021 على أعظم حكيمي ولعيب كودفورد ده لعيب يعني الكفاية حكيمي مثلا وعمل جيم دفاعي زي كتما بيقول صح بس فتوح عنده الشق الهجومي لو أنت هتلاعب فرقة ما بتهجمكش كتير هيبقى الشق الهجومي أعلى شوية وعنده المقدرة أن يحط الكرة تحت رجله ويبتدي يقطع بها مساحات أو يطلع الباصم الرجلي مظبوط أو الكروز بتاعه مظبوط في حاجات كتير جدا طب انت شايف تشكيلة مناسبة لمنتخب مصر قدام غانة تكون عاملة إزايش؟ أنا في حيرة في حيرة انت أصلا في حيرة الله يكون فعون بيتوريا بقى يعني هنا نعرف نقول قرأرة بسهولة كده نقولها وخراس أصلا احنا مش رحلة ده كاسقومة أفريقية منتخب مصر بالتأكيد وأنا كل اللعيبة معه مش طبيعي أن أنا أضرب كرش في الكولوب وأغير 7-8 لعيبة هم أصلا لعيبة كويسة الله ينور عليك لما أضرب أغير تشكيل من رابع المستحيلات أغير في 7-8 لعيبة فهغير في حدود ديقة جدا في المطش ده يعني أنت هتبدأ بمحمد الشناي ومسر طبيعي خاط الدفاع من اليمين للشناي الاتنين اللي كانوا بيلعبوا زرد بكات حجازه عبد المنعم أعتقد ممكن يكون في فرصة لعمر كمال ممكن يكون في فرصة لفتوح دول أعتقد عمر اشترك فيعتبر العيب أساسي هيبقى تم غيرها في الخط ده في العيب واحد بس هو فتوح من وجهة نظر الشخصيةบоды مش تقليل من حمدي لا 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 بالم difference بوجهة نظرك هي في النهاية وجهة نظرك ووجهة نظري ووجهة نظر الشباب ومش تقليل من حمدي في النهاية فيتوريا هيختار حسب الأجهز بالنسبة للوهานق مش تقليل من حمدي أيوا برضو عشان الناس تبقى فاهمة ومش عشان أنا باحب فتوح أيوا برضو دي أنا أتكلم بصوت مدير فني مابتكلمش بصوت طرق السيد لإن خد بالك يا كريم لازم الناس تبقى فهمة نقطة مهمة جدا 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 مع منتخب مصر إلا عتشرت اللون بتاعها قبيض أو أحمر أو أصفر أو أقدر أو أي لون سيدة دي نقطة مهمة أيها برضو ودي عاملة مشكلة للعيبة يا كريم اللعيبة حاسة أن الجمهور بعيدة عنهم اللعيبة حاسة يعني أنا ناس كتير قوي أهلوية طلعين بيخبطوا في زيزو على فكرة زيزو دا لعيب منتخب مصر ناس كتير قوي بيطلعوا بيخبطوا في أمام عشور أمام عشور دا لعيب منتخب مصر يا جماعة مع منتخب مصر اقلع اتشرت وحط تحتيها مية خط دا البلد دي مصر فوق الزمالك وفوق الأهل وفوق أي حد ما فيهاش زار أنا بتكلم على فكرة بحس لعيب الكرة اللي لعب ومثل منتخب مصر وإنت تحديدا جيلكوا لو تفتكر وإنا متأكد من دا ما كانش فيه الكلام دا خالص وقدت اتقابل جمهور الأهل يقول لك سلامة كابتنطرة عملت مطش كبير قوي اللي فدت عمنتخب مصر خد دا لك إحنا أنا بطولة 2008 ملعبتش دقيقة ملعبتش دقيقة وكنت في غاية في غاية القلق على كل ماتش وبنقف نخبط ونشد في شعرنا ونعمل وساعد معاوت بلعب في النادي الأهل وأنا عندي استعداد أشيلي وأجري بيه عشان يكسبني لأن دي مصر فيه يا كريم نقطة لازم الناس تبقى فهمها كويس قوي لو سمحتوا ارجعوا ارجعوا لفترة 2006-2008 و2010 كجمهور مصر حبوا بلدكو شوية على حساب الأندية لأن لأ عند مصر شكرا محدش يفتح بقه محدش يقول لي لا زمالك ولا أهلي أنا زمالكوي أكتر من أي حد في الدنيا بس منتخب مصر بس منتخب مصر حرفيا فوق الجميع فوق أي حد صح ده كلام عشان برضو الناس تبقى بس إيه لازم تبقى فهم النقطة دي وانت عارف أنا عايز أقولك حاجة بالمنازم ودايما بقول كده من الأغلبية العظمة من الجماهير المصرية بتفكر زي ما انت بسكر كده احنا دايما بيبقى عندنا شوية أقلية كده يقعدوا لو يسن الجو يعني بس هم حابة قليلين بس برضو لازم يسمعوا الكلمتين اللي انت قلتهم دول هم قليلين كده لا يمتبشي في الشارع الناس كلها مهتمية من منتخب مصر الناس كلها بتشجع من منتخب مصر الناس كلها فرحانة إن شاء الله من منتخب مصر الناس كلها يتعلق الإعلام بإذن الله لما المكاسد زي زمان كده تلاقي الإعلام على البيوت تلاقي الناس في الشارع بتبيع إعلام وما شوية كده قليلين دايما هو مزاجهم وكيفهم يعكروا علينا الأجواء كريم احنا خدنا بطولة كاسهم أفريقيا 2008 في غانا ورجعنا دخلنا مصر هنا الساعة 6 الصبح بالبطولة القيادة السياسية كاملة مستنية في المطار أعلى رأس في الدولة جمهور مصر باب دخلة الكبري بتاع اللي هو بيدخلها المطار لحد المطار جوه مقفول مقفول شعب مصر مستنين حوالي بتاع ربعمائة خمسمائة ألف مليون اتنين مليون رقم خيالي صح احنا لعبنا السنغال هنا قبل نهائي قبل نهائي هنا في التولة 2006 وسملك بالله كريم كنا قاعدين في فندوق أحد الفنادق جنب الإستاد بعشر دقائق الأوتوبيس ماشي من الإستاد لحد الأوتيل في ساعتين ونص مسافة ريسكندرية يا خبرة عشان الناس كلها واقفة مصر كلها في الشارع عشان الاؤتوبيس وبتمشي بيه مصر كلها بالحرفية اللي كان في الإستاد وجمع عليهم خمستاشر مرة تاني من صلاح سالم لحد آخر عند كبري اسمه مش كبري عند عباس العقاد بعد عباس العقاد بشوية كل دوت كل ده بشر بشر الله كانت تتكرر ربنا هيكرمنا ان شاء الله والمشاة الدولة عليه دوت يتكرر بإذن الله هم راجعين بكسر البطول عشان وشك الحلو ده يا رب